لا يجوز أن ندير ظهورنا لحركة التاريخ ونتصور أننا عوالب مغلقة على ذاتها تعيش وحدها على هذا الكوكب فنصاب بداء مدهش من الرضوخ الصبغة المحلية والإقليمية نحاول أن نخترع العجلة في مشكلات الدول والثقافة ويكفينا أن ننظر حولنا لنعرف كيف واجه غيرنا ذلك لنتعلم ونبني على أسسه سادسا على أن ذلك يرتبط بداء آخر وهو البعد عن الثقافة العلمية المعاصرة التي أصبحت المقياس الحقيقي لحيوية الثقافات فمن المعروف أن الفلسفة في العصور القديمة كانت أم المعارف وذروة هرمها هي التي تمثل أسس الأفكار وتوجه حركات الشعوب المدنية كانت أم عسكرية وقد أضحى العلم اليوم هو القطب الذي يوجه حركة المعرفة ومسيرة الحضارة ومن ثم أصبحت سيادة التفكير العلمي والثقافة العلمية هي الضمار للمعرفة والتقدم ولا سبيل لنا للإسهام في تشكيل الحضارة المعاصرة من الدخول في هذا السباق العلمي بكل طاقاتنا المادية والبشرية على جميع المستويات الفردية والجماعية ومما يجب التأكيد عليه في هذا المجال هو تعليم البنت وتمكين المرأة لتلعب دورها كاملا في شتى مجالات الحياة فلا تقدم حقيقي يحرز في المجتمعات التي لا تنصف المرأة ولا تعترف بدورها المحوري الخلاق فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي